السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربي سعد أوقاتكم ومشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم ونحن مع آيتين الآية الأولى في خواتيم سورة آل عمران والآية الثانية في خواتيم سورة ياسين سبحان الله نحن نقرأ هذون الآيتين منكررون كثير ولكن لما نشوف أمور كثيرة بين الصطور يعني يسر الإنسان أن هناك معاني جميلة عم يتعلمها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فقال أحد الصحابة لأحد أقاربه يا ابن أخي أتدري فيما نزلت هذه الآية قال فيما نزلت قال لم يكن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثغور نخاف عليها يعني كانت دولة الإسلام مو دولة مترامية الأطراف وفي حدود وفي خوف من اقتحام الأعداء فسبحان الله النبي الله صلى الله عليه قال عن هذا الأمر الذي سيحصل وحصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أن يرابط الإنسان في سبيل الله أن يقف على الحدود خوفا من اعتداء الأعداء قال ولكن كان انتظار الصلاة بعد الصلاة طيب ماذا قال النبي الله صلى عليه بهذا الخصوص هناك رباط داخل المدينة وهناك رباط على الحدود أما الرباط الذي أحيانا يفوت كثيرين منا فهو قول النبي الله صلى عليه ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع الدرجات ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع الدرجات إسباغوا الوضوء على المكاره الإنسان أن يتوضأ وأن يبلغ يعني ما يتوضأ وضوء على السريع بس يبلل كيفما اتفق إسباغوا الوضوء على المكاره وخصوصا أحيانا في فصل الشتاء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط مو ينتظر الصلاة الواحد يعود طوال الوقت طوال اليوم بالمسجد من الصلاة إلى الصلاة أن يصلي فإذا ذهب إلى عمله وذهب إلى بيته هو ينتظر الصلاة مباشرة من أجل أن يذهب إلى الصلاة مرة ثانية طيب مرة من المرات أيضا ننتقل إلى الآية التالية جاء أحد الكفار إلى النبي وكان جالس مع الصحابة فهو وقف وقفة استعلاء وبيده عظم منخور عظم بالي تمام يقال له رمة باللغة العربية الرمة أو الرميم هو العظم المنخور يلي إذا فتت بإيدك يتفتت خلص منتهى أواخر مراحل النهائية فقال وكان بيده قطعة عظم ووقف فقر الرأس النبي الله مصلي عليه يعني وقف بجواره و هو يقف و النبي جالس على الأرض و فتت العظم بيده فانهال صار تراب قال من يعيد هذه يا محمد من عم تقللنا أنه و نحن بدنا نموت و بعد أن نفنى و نصير رميما و نصير ترابا بدنا نرجع و سنعود و نعيش يوم القيامة و تعود هذه العظام و تكسى لحما مرة أخرى و نعود و نقف في يوم نحاسب فيه على الحسنات و على السيئات و على الخير و على الشر فتت هذه العظمة و قال من يعيد هذه يا محمد الله تبارك و تعالى أنزل ردا على هذا التصرف قال و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه يعني الإنسان أحيانا يتكلم و يكون الشاهد بيده يكون الدليل على كلام الإنسان من عندي كلامك أنت اللي بتتكلم فيه أحيانا يكون كلام الإنسان ردا على نفسه قال سبحانه و تعالى و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظامة و هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم يعني أي أصعب إبداء الخلق أم إعادته الإبداء هو أصعب طبعا كله على الله هين ولكن الله تبارك و تعالى يخاطب الناس على قدر عقولنا فالله تبارك و تعالى قال و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه نسيان نفسه أنت أساسا كيف عشت كيف انطلقت كيف تكونت و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظامة و هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضار و لا تستطيعون أن توخدوه جعل منه نارا فإذا أنتم منه توقدون الله هو الذي يحول الأشياء الله هو الذي يفجر الصخور يخرج منها الماء و هذه الأشجار الخضراء تتحول إلى حطب يابس ثم يستعمله الإنسان و يستفيد منه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إليه ترجعون أو أوليس الذي خلق السماوات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إليه ترجعون و الحمد لله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته موسيقى